وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كل ذلك للنساء مع محاضرات للنساء والدخول يكون بالمال انتشر في الآوينة الأخيرة استنكرنا هذا الشيء وكما عرفنا الحكم والله الذي يدرنا هل النساء اللواتي حاضرنا هل هم كفوات أي مستيقات لهذا أم هي ربما تدعو إلى شيء أو يدعونا إلى الخطأ وكذا ما دام ليس عنده علم فلذلك شد هذا المال أفضل حتى يكون هناك أشياء يعني ينشر ما فيما بينهن أشياء بارك الله فيه لأنه محما كان النساء اقتصاده أقل بارك الله فيه لذلك بالفعل يعني أدم تمكن لكن إذا كان الرجال يجتمعون وهم يجتمعوا لسماع المحاضرات وغيرها لا بأس فيها لا يوجد كسما محاضرة باعة كبيرة فيها جمعيات فيها بيع وشراء سوق كبير خاص للنساء ولكن النساء هن يقومن بهذا الترتيب لكن لما يعني ما فيها دعو إلى العقيدة أو شيء يأتون دائما يأتون إما برجل بالهاتف يكلم النساء وإن هذه المرآة ولكن رأينا إشكالا في كونهم يجتمعنا هكذا النساء من مكان بعيد يأتينا ولو لم يكن سفرا ولكن يأتينا يعني يخرج من البيت إلى مكان كبير ولذلك هذه هي فيها نفاصل بارك الله في الكثير لكن إذا كان محارم يأتون معهم وينتظرون وشيء هذا قد يكون لكن فتح هذا الباب والله ما يأتي بالسيار هذا المحارم لا يأتون النساء يخرجون وينتظرون بالسيارة أو بالقطار أو بأي شيء أنتو والله بعرفيكم نرتبوا أسباب الفساد مثل هذه وتكلموا فيه وقولوا أن الإسلام يأمر بالتصوّن وكذا ويأمر بكذا وأما هذه الجمعيات بهذه السورة ليست جيدة لابد أن تذكروا بارك الله أزيكم إذا كتلوا في الحقيقة فالنفساد واضح لا نستعلم جزاكم الله خيرا